إذن كنا هنا جزء مما يجري على مدينة العالمين الجديدة وأرض العالمين الجديدة في العالم عالمين أشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري ونتواصل في نشرتنا نعم أخبار المال والأعمال مشاهدين نتابعها وإياكم نضم إلينا فيها الزميل محمد عبدالله فإليك محمد شكرا جاي وشكرا لكي إذا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم نافع المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد عن أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التنفينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول وأكد المركز تعفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسرعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التنفينية وفروع المجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية أعلى ما لنا ميلاي الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول سفينة على متنها ثمانمائة وستة وتسعين طردا تقيلا تحتوي على أربع وعشرين ريتشات رياح طول كل منها أربعة وثمانين مترا والتي تعد الأطول من نوعها تصل مصر يأتي ذلك تمهيدا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء أربعة وثمانين برجا فائق طول بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الريح بقدرة خمسمائة ميجاوات وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن ميناء الأدبية مؤهل لاستقبال معدات المشروعات القومية حيث من المنتظر أن يستقبل خلال الأيام المقبلة شحنتين أخرتين إحدهما تحتوي على أربع وثمانين ريشة رياح والأخرى سبع وسبعين ريشة بالإضافة إلى باقي المعدات وذلك لصالح مشروعات الطاقة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مع ارتفاع الدولار قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب للحصول على مؤشرات حول مصاري أسعار الفيدا وارتفع خام برينتي بنسبة واحد فاصل اثنين بالمئة ليصل إلى أربعة وثمانين دولارا وثلاثة وثلاثين سنة للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة واحد فاصل اثنين بالمئة ليصل إلى تسعة وسبعين دولارا وثمانية وتسعين سنة للبرميل وارتفعت كذلك أسعار المزدوطة عالميا بنسبة واحد فاصل ثمانية وعشرين بالمئة لتصل إلى ثلاثة دولارات وستة عشر سنة وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد فاصل خمسة عشر بالمئة لتصل إلى دولارين وتسعة واربعين سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يتوقع بنك مورجانستانلي أن تتلقى أسعار خام برينت دعما لتستقر بالقرب من ثمانين دولارا للبرميل إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من العام الجاري قبل أن تعود لتحقيق فائد صغير في العام المقبل ورفع بنك مورجانستانلي توقعاته لأسعار خام برينت للربع الثالث من العام إلى خمسة وثمانين دولارا للبرميل من خمسة وسبعين دولارا كما رفعها للربع الأخير إلى اثنين وثمانين دولارا ونصف من سبعين دولارا وذكر البنك أنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها التأثير الإيجابي على أسعار النفط قريبا قال القائم بأعمال حاكم مصر في لبنان المركزي وسيم منصوري أن البنك لن يطبع العملة المحلية لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة وفي مؤتمر صحفي حسى منصوري الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة محذرة من أن التأكير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي وقال منصوري أن مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزا للدولة بمقدار أربعة أو ستة واربعين تريليون ليرة نهاية أخبار اقتصاد من جديد أعود إلى رجائي وهبة شكرا محمد عبد الله شكرا لك